تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله تتضمن دعوة جلالته لحضور قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية ودعوة جلالته لحضور قمة عربية إسلامية أمريكية والمزمع عقدها في المملكة العربية السعودية الشهر الجاري وقد سلم الرسالة إلى جلالة الملك المفدى معاليدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي خلال استقبال جلالته له في قصر الصفرية هذا اليوم كما نقل معاليده إلى جلالته تحيات وتقدير أخيه خادم الحرمين الشريفين وأصدق ثمنياته لشعب مملكة البحرين بدوام الازدهار والتقدم فيما كلفه الملك المفدى بنقل تحياته وتمنياته الخالصة لخادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي شقيق بالمزيد من التطور والرخاء وأعرب العاهل المفدى عن شكره وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين على هذه الدعوة الكريمة مشيدا حفظه الله بعمقه ومتانة العلاقات القوية الراسخة بين المملكتين الشقيقتين وبما يشهده التعاون والتنسيق الأخوي المشترك بينهما من الطراد النماء والتقدم في المجالات كافة لكل ما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين وأعرب جلالته عن تقديره واعتزازه بالجهود المباركة لأخيه خادم الحرمين الشريفين في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وتطويرها ونصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية مؤكدا جلالته أن المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين تمثل الركيزة الأساسية في حفظ أمن واستقرار المنطقة وصمام أمانها بما بذلته وتبذله من جهود من أجل الدفاع عن المصالح العربية وحرصها على تماسك ووحدة الصف واجتماع الكلمة بين الأشقاء وأعرب الملك المفدى عن ثمانياته لهاتين القمتين التوفيق والسداد بما يخدم قضايان الخليجية والعربية والإسلامية ويعزز العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والتعاون الوطيد مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة